كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني نسمو برآها سطرها في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعل الأمين وعلى أهلي واصحابي أجمعين باب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله من أعظم الأعطيات عطايا رمضان نبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين فقال آمين هيك هو أحكي مع الصحابة ثم قال آمين ثم قال آمين سألوا للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا قلت ذلك؟ قال أتاني جبريل فقال ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له قلت آمين ثاني ويل لمن أدرك والديه عند الكبر يعني يا أب يا أم ولم يدخلاه الجنة قلت آمين ثالثة قال ويل لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه اللهم يصلي على سيدنا محمد وعلى آله صحيح وسلم رمضان يجي وانت تطلع منه كما دخلت أخواننا الكرام من أعظم القربات قبل رمضان حتى الإنسان ينال تلك الأعطية أن يخلص في طلب التوبة ونبني توب لا هلأ في طالب يدرس وفي طالب يخلص في الدراسة يلي بيخلص يخلص في الدراسة هاد مجد اسمه دارس أعصدنا الأيام هذا تبع مرور الكرام كشلوم ما كان كانوا يعدوا أنا أذكر يعني كان الطالب وقت الثانوية يعني فحص البكالورية بيسموه هذا ما عد يعرف شي بسمون قطاع هذا هو اللي بدي يفوت على شهر رمضان لما أنت تبلش تنوي أم الله بيعينك مهما كانت الذنوب والخطايا وقلبك معلق فيها الله عز وجل ماذا قال لي سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه صير الله اللي بصرفون الذنوب والخطايا ومال الحرام والنساء والنظر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليش إنه من عبادنا المخلصين متما هو أخلص أخلص لتخلص قدي شي أيام إنسان معلق بالموبايل معلق بالنيت معلق بوسائل التواصل معلق بسهرة معلق بذنوب أخلص قل له يا رب أنا بدي بدي هذا رمضان يكون يعني غير الرمضانات التي مضت أنت بليش والباقي على مين هي السيارة الواقفة أيام زمان تبع الأول والثاني إلا تسعين بالمئة منهم الأوتوماتيك هي أيام بتوقف شو بدا بده دفشة أنت بليش وبتجيك الدفشة من عند الله بتنقلك من حال لحال أصحاب رسول الله شو كانوا سيدنا عمر شو كان سيدنا عمر كان دقتي للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر يعني كان جبار في الجاهلية لكن أخلص فصار جبارا في الإسلام أخلص فصار عملاق الإسلام هلأ رمضان بده توبة هيك تفوت على رمضان بدون توبة ما بيضبط تفوت على رمضان ونفس البرنامج نفس البرنامج اللي عم يبض واللي عم يرتشي اللي عم يأكل مال حرام هذا ما بيضبط رمضان معه بنوب بيبدأ رمضان وبيخرج رمضان قرأت مقال يعني مقال غريب هلأ هلأ يعني يعني في شعبان وانتهى رمضان ما هو لسه ما بلاش قال لأنه عند الناس شو هو عبارة عن أكل وشرب انتهى خلاص ما فيش لا عبادة إذا كان بده بيجي بليلة القدر مع هلناش وكذا ليش ليلة القدر ليش ليلة القدر ليلة التخرج ولم يلابسوا للواحد هيك لون بيفوت من الباب وبيلابسوا ولا في قوائم وفي الفائزين والسابقون السابقون أولئك مربون ليلة القدر حتى تنالها بدك تشتغل عشرين يوم عمل بس قبل مننا بدك تكون كمان فائت ومجهز حالك ما هيك أخواننا الكرام هذا اللي هدول في ألعاب القوى تلاقي بركوت بركوت تبع العصائي وبعدين بحطة ويطلع عليها وبدو في حد معين هذا إذا كان زايد وزنه عشرين كيلو بيضبط ما في عصايا تحملوا يلي بده يفوت لرمضان بده يخفف أوزار دي خفف الزنوب خلاص لأننا شو صفيان هلا شو اليوم ثلاثة إذا طلع رمضان شعبان تسعة وعشرين الثلاثة القادم أن نصلي التروية يا سيدي طلع شعبان ثلاثين معكم ثمانة أيام ثمانة أيام بلحق الواحد بلحق متى هو ما الإنسان بدأ لأنه المقاييس الله غير مقاييس العباد الله قال وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ذلك رمضان بده مجاهد بده يخفف ساعات النوم هلا شلون هدول اللي اللي بيكون عندهم أي عمل من أعمال الدنيا وبدو ينجح فيه تجارة اللي بده يفتح متجر جديد اللي بده يفتح مستودع جديد اللي بده يفتح معمل جديد إلا خلي الله ليل نهار ما ما عمنام ما عم ماكل لا عم روح ولا عم نجي رمضان بده مجاهد رمضان ما كنا نعرف إلا نصلي المغرب بالجامع ما كنا نعرف إلا الدرس ما كنا نعرف إلا قرب الصالحين ما كنا نعرف إن لم نكن من المحسنين وننفق فكنا نمشي في حوائج الفقراء والمساكين هذا رمضان رمضان يجمعنا على وين على الشاشة الفلانية رمضان شوفوا عم يحطوا لك البوسترات هاي كلها هاد هون الممثل الفلاني وهذا هاد الله يعينهم بجانب شوفوا أخواننا الكرام والله الحياة الحياة مو مستهلة كل هاي اللي شايفينها كلها بروزة لما الإنسان بغادر الدنيا هاد لا بينفعك لا لا المال هاي إذا في مال المال ما في هاي شفتوا زلزال راحة الدنيا والله أخواننا الكرام بارح صلينا على زوجته سبت عشر يوم ما في يجين تعباني مدري إيش كزا وهي حلل من التحليل للتصوير قالوا السرطان من الدرجة الرابعة شو تحكو تخلوا على المستجفى عملية 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 بعدين بارح صلينا عليها ما في شي قبل سبت عشر يوم مثل البشر كلهم لكن كان فيها مرض وما لا عرفاني كان في تخطيط لرمضان وعزايم برمضان وروح برمضان والله حتى حكالي الزوج همباري قال تسجلنا لعلى الحج أعمال بني آدم ما له عرفان شو بيصير معه بكرة بدك مجاهدة والذين جاهدوا فينا رمضان بده مجاهدة شو المجاهدة جاهد جار على نفسه لأنه النفس النفس تميل إلى إلى الرخاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنهدينهم سبولنا بكرة بدي كميل قربات قبر رمضان بدنا نبعد عن كل شي مثير كل شي بيعكر الألب قلب المؤمن برمضان صافي مثل القلبية البيضة أي خمستعشر سنة برمضان كل رمضان ثلاث سلاسل يا معشر الشباب ويا أيها الذين آمنوا ورمضان غيرني وفعلم أنه لا إله إلا الله والصلاة الصلاة وتلك الجنة كل كل هالعلم هاد وين راح ما فيش كان يجي الواحد لعند النبي قال له عظني وأوجز بسم الله عليه وسلم النبي عليه وسلم قال له فمن يعمل مثقال ذرتين خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرتين شر يرى قال له كفتني كفيني لا سلسلة ولا هم يحزنون آية لما يولي يطلع والأفلح الأعرابي إن صدق خلص هاي الشهادة أفلح شو يعني فاز بالجنة مانجستير ودكتوراه وكل شي النبي يعطيها آية بقى نحن قد نسمع آية في رمضان لكن بده صفاء تعكر صفاء بدك تبعد عن المثيرات أنا خلص حطه حطه التليفون هذا التليفون هذا رأس البلاية ياريته للاتصال ياريته ياريته ضل ثلاثة وثلاثمئة وعشرة ياريته هذا كان صديق للبيئة قال للناس كله عم تحط عوينات وكذلك آه منقفه شو بعدين شوفي في غير وجه على الرأس قال له بدنا هلأ ننأصلح القلب ننأصلح الحال مع الله عز وجل بل كي كي بتأدح معنا بالعشر الأواخر الله يبلغنا ويرضى عنا اللهم اجعلها سقيا رحمة تنبدو بها الزرع وتدور بها الضرع هلأ قبل رمضان خفف خفف مثل ما أنا لكون خفف مثيرات حتى خفف طعام تنزل وتطلع خفيف هلأ الواحد بينزل ويزيود هلأ تصوروا أنه أنت هلأ هلأ أنت أنه يحطوا معك الله يرحم أيام هدول تبع الكليين تعرفون حديد حطهم لي كليين بكليين لما تنزل معك أربعة كيلو يعني تنزل معك على السجود وتطلع معك لما تعتدل وقت الركوع شيء متعب هلأ أنت خفف لك شيء أربعة كيلو من هون لا أربعة ما بتخفف وصعب أحد أخوان الكرام مرة قال لي من أهل الفهم دكتور قال لي والله يا سيدنا الكيلو إذا بيطلع غير رب العز ما بينزله رب العز بينزله وإنت إذا صدقت بتنزله هيك بتخفف تنزل خفيف فهان الله لأن الناس ما في غير يعني عم تتوسع يا ريت بال بأخلاقها وإيمانها عم تتوسع وين يعني خفف خفف يريد الله أن يخفف عنكم ما بتلاقي حالك عم تصلي وعم تنزيل وعم تركع وانت مرتاح وانت مرتاح الله يجعلنا من الصالحين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي في وقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصار من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختار بمعاني النسو برآها سطرها في فتح الباري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر